فكرة أنه فيه ناس ممكن بتحلم أحلام معينة فتصحى تقول خير ولم جعله خير أحلام معينة بتقول يقرأ التفسير كذا تفسير فيقول أنه لا ده وفات حد قريب مثلا وخصوصا أشهر حلمين ويمكن ده عن تجربة شخصية أنه فيه سنة أو درس بيقع أو أنه فيه لحمة نية متعلقة مثلا في مكان عزة أو سوان وبيتكل منها ففيه كذا حلم بتبقى مؤشر هل ده حقيقة عايزين قول فصلة في الموضوع ده تفسير الأحلام علم عزيز مش أي حد يعرف فيه صحيح مش أي حد أنا أحلم حلم أروح أقول للشيخ يقول أنا أفصل لحلم ده ليه الحلم بتاعك أو الرؤية بتاعتك تنقسم إلى ثلاثة أقسام رؤية من الله عز وجل من الله عز وجل وحلم من الشيطان وحديثه نفس الشيطان حاجة بتوسويس لك حاجة بتخوفك ليه الكوابيس دي واحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا شفت دماغي مفصولة وبتمشي وأنا بمشي غراها عشان أجيبها أحطها على جسدي فالنبي قال له إيه إذا لعب الشيطان بأحدكم ده لعب من الشيطان فليدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله ثلاثا أو حديث نفسي أن أنا في الباطن شعور اللواني أنا في دماغي حاجة معينة في النهار وعمل أفكر فيه فممكن أحلم بيه دي قسم القسم الثلاث اللي هو المبشرات رؤية صالحة من الله عزيزي شفت حاجة حلوة بتبشره تمام فبروح لشيخ بس الشيخ ده يكون فعلا طب نقرأ إيه أحسن تفسير ممكن أنه هو يكون سند لنا والله أنا عن وجهة نظر يعني يعني شاهيين بسرين عن وجهة نظر الأحلام لو أنت حلم تحلم خير لو هي خير أو أنت شايفها خير إن شاء الله خير أما لو هي وحشة ما طولهش لحد أو ما تقول لا أن حد يعبرها لك قال النبي قال فإنها لا تضره الواحد يستعيد لنشطة رجيم ويدفع أن يصاره ثلاثة ودعاء يدفع القدر طبعا وبعدين المقدر مقدر المقدر سيكون وما كتبه الله وتبارتها سيتحقق سواء هذه اللي عبرت أو لم تعبر سواء فهمناها أو ما فهمناهاش طب آخر حاجة كده لو فيه وقت فيه سؤال بيقول أنا مريضة مرض بيمنعني من الحركة ومش بقدر أزور ولدي في قبرهم فهل كده أنا غلطانة في حقهم وعمل إيه مكان الزيارة لا هي مش غلطانة يعني أصلا مش قادرة مش إيه مش قادرة أنها تروح تزورهم ولا يكلفوا الله وسط إلا وسعها فتقعد في مكانها تستغفر لهم تدعي لهم تتصدق لعنهم تقرأ قرآن تذكر الله تبارك تعالى أي فعل خير وتهب الثواب هذا الخير للميت ويصل إن شاء الله الثواب للميت طيب إسرائيل جنتي مولانا طبعا بيشكره في حضرتك جدا أن أنت صاحب علم وفضل بتقولك لو سمحت إن أبوي أتوفى وإخواته سيئين معنا يعني ما ينفعش بإننا تواصل نهائي إيه الحل كده بأزي أبي ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها لا الحل إن هم يحاولوا يصلحوا ما بين ختبهم اللي هم أعمامهم اللي النبي قال وإكراموا صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يبدو أنهم عمام أو حاجة صلة الرحم صلة الرحم فهي توصل للرحم دي لأن صلة الرحم ده بتفرح الميت يعني سل من قطعك أو أذاك نعم طبعا سل لحظة